هنروح الخبر بعد كده من الوطن اتحاد الكرة يحدد 26 مايو موعداً لإقامة المباراة الفاصلة لقمة الشباب دي المباراة اللي كان عليها لغة كبيرة أخيراً اتحاد الكرة حدد يوم 26 مايو إن شاء الله هتكون المباراة مقامة بين الأهلي والزمالك هنروح أيضاً من يلا كرة خبر مهم جداً 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 زيسكوف التشيكي يطلب استعارة سلاسي الشباب الأهلي السلاسي مصطفى فوزي وميدو حسام وأحمد السيد وده من الأخبار المهمة جداً طبعاً يعني نقطة الإعارات داخل الدوري المصري هنا بنشوف لعبة مميزة لكن النادي الأهلي زي ما كان معنا كابت نامير توفيق هنا في قناة الأهلي وإحنا مصطفينه في حلقة من الحلقات وهو قال لنا إن لجنة التخطيط لجنة التسويق بتفكر في هذا الأمر إن ده هيكون موضوع مهم جداً خاصة ليقطاع النشيب بالنادي الأهلي وضرب مثل بأحمد عبدالقادر لعب سموحة الفترة اللي أضافت شيك ورجع ما شاء الله عنده خبرات كبيرة وكمان التكوين الجسماني ما شاء الله حاجة مميزة جداً فالنادي الأهلي حابب خلال الفترة اللي جاية اللعبة المميزة داخل قطاع النشيئين بالنادي الأهلي هيتم إعارتهم للدوري التشيكي وخاصة نادي زيسكوف دي من النقطة المهمة جداً النادي الأهلي لما بيدور على الإعارات ما بيدورش على العائد المادي على قد العائد الفني النهار ده لما بنشوف عمار حمدي في الدور المصري بنشوف أحمد عبد القادر بنشوف محمد عبد المنعم عربي بدر يعني أحمد ياسر ريان ما شاء الله المتقلق جدا مع سيراميكا كليو بطرا وبقدم وستوىات رائعة كل الاعارات دي بتفيد النادي الاهلي عودته مرة أخرى شفنا قبل كده صلاح محسن ومحمد شريف وعودته مرة أخرى أعادت أو أفادت النادي الاهلي بشكل كبير فأكيد تجربة الاعارات سواء المحلية في الدور المصري أو كمان على المستوى الأوروبي هيكون ليه نفع كبير جدا جدا جدا